اشتركوا في القناة لف جديد يحاول تشكيل حكومي البعض يقول انه سينجح والبعض الاخر يقول انه لن ينجح ما بدنا نكون عم النق على الصبح ولكن في حال استمرار الوقت خلينا نقول قديش يؤثر بقاء البلد بلا حكومي على الاقتصاد والمال بهيدا البلد هيدا اذا باقي في مال تحيل لك والجيش اللبناني اكيد بعيد الجيش من ناحية انه تشكيل الحكومة وتأليفها هلأ هي هلأ مرأة بشوية عربسات بس هيد العربسات تنحال موضوع ويزارة الداخلية وباقي اعتقد انه نحنا تعوضنا على الرئيس مئاتي يخز العام طويل ويفوت بمطرح باقيش يظهر فباقي اعتقد راح يشكل حسب ما المبين هلأ بس موضوع انه نحنا ما نرجع يعني نفس المنظومة اللي حكمت من 30 سنة واللي هي ما قدرت تنتج اقتصاد واعد او تعمل نهود اقتصادي ما بعت ادهي اللي نشلت البلد هي ممكن تنشلوه يعني او اللي هدى ما بيقدر يعمر فهو نحنا منقول انه اللي نشلت البلد ما ممكن تنشلوه اي لنشلت اول شي نشل اخذت مصريات البلد تنشلو تشيلو من المشكلة بالضبط فنحنا بالعكس كنا متقملين انه يكون في وجوه جديدة متل ما دائما منقول حتى الاحزاب بتصدرنا وجوه جديدة اصلاح الاحزاب وتصحيح الحراق حتى حراق اذا بد يكون والبولدناج كترة التلج كرة التلج تبعت اربع قاب حتى لو كنت ندعون من ميما كاما مهم بالنهاية مثل ما قالك سيد محمد سيد فضل الله انه اللبنانيين بالاتجاه السياسي انه اصغر واضعف من ان يقسموا بلدهم ام الاتوحد لانه افكارهم او كل ملك الاخرين او ملك الخارج يعني كل واحد عنده بلد بتساعده صديق فاده موضوع طبيعي نحنا المهم نوصل لنتيجة انه نقدر يكون عندنا مجلس نواب يقدر يعطي ساقة لحكومات مش متل الحكومات السابقة يعني من هون منقول انه المواطن شريك في بناء الدولة وهيدا اساس بكرة بسنديق الاقتراع لازم المواطني يعرف مين بدون انتخب صح او اي مشروع بدون انتخب عشان وصلت هيدا الحل يعني المنظومة او حزاب وصلت تقريبا متل تنسين لليوم ما قادرة تظهر من هيدا الازمة الكبيرة وهيدا الازمة اكبر منهم وهن هن كل خاسرين واكبر دليل انه شوفنا الازمة اكبر منهم انه ما عملوا ادارة ازمة مزبوطة يعني اليوم انت اقتصاديا بس يصير عندك مشكلة بانديميك مثلا جائحة او مشكلة اقتصادية ببلدك مثل 2008 اللي صارت بامريكا والدول التاني بالعالم بيكون في شي اسمه ادارة ازمة حتى هيدا الادارة الازمة بتوع سنتين يعني بعدنا لليوم لعملنا كبح للنهيار بعدنا مثل بقول بل 2019 دايما انا السقوط الحر لاكتصاد في فول ايكونامي ما رع بحكي قدام واحد فكرة في فول انه شي بالفيزة هي بالفيزة انه بس شغلة تنزل شي تلبر بس هي نحنا ما نظننا مكافيين هلا وما في قاعة لهيدا الموضوع نسبة الفقر بتبغى اكتر لم يتمكنوا من ادارة هذه الازمة انا هيدا السؤال اللي بسأله لحالي ما في عنا رجال دولي بكل بساطة ادارة الازمة بوقت بتكون عم بتعمل ادارة الازمة بدي يكون فيه كمان فريق عمام الحلول اوكي للتخفيف من الكونسيكوينسيس تبعت هيدا الازمة ولا تظهر منها اكيد فيه بيسموها حلول مثل الموديرن هلا بيسموها الموديرن الموديري نظريات عملها بـ 92 موسلر وبيتشل حتى عملوها بتقريبا 92 وكتير من الاقتصاديين ايادوها اللي هي انه اليوم انت بس تقوم بأزمة اقتصادية بالضخ بالكطاعات الانتاجية لا تظهر من هيدا الازمة بعدين تخصمون للعالم من التاكسس شو عنا كطاعات الانتاجية نحنا نحنا هون بنا نرجع لشغلة قبل ما نفوت على الكطاعات الانتاجية عشان بس ما نحكي عن نحنا نحكي عن جي دي بي تبعتنا نتيج المحل الإجمالي طبعا هو شو تعريفه هو إجمالي السوق المالية من للسلع والخدمات اللي بتنتجها الدولة بـ بفترة معينة من الزمن هلا نحن هون القطاع الانتاجي اللي عندنا من 68 إلى 75 كان ينتج بالصناعة 24% لا وصل للتسعين إلى 14% بسبب السياسات الخاطئة على الحكومات التي تعاقبت وبسبب كمان من 2011 لليوم قطيعة مع سوريا والتي هي أساس لنا عشان اليوم إذا أنت مصنع أو مزارع وريدك تصدر منتجاتك وريدك تصدرهم لا يوجد تصدرهم عن طريق البحر أو عن طريق الجو عشان الكلفة عالية فهذه الأمور كلياتها عملت انخفاض وتقويض للقطاعات المنتجة غير أنه عندنا قطاع السياحة تأثر بالبنديميك وهلأ عم نحاول نحن مثل ما قلت لك أنا بحلقة مسبقة قلت لك رح نيجي نحن عصيف واعد ونحن تصيف واعد بس أقل لشي نأمن الكهرباء يعني الأكسجين والبنزين أقل لشي هذه المحروقات تكون مأمنة لحتى السياحة تزيد عندك عشان هي بتشكل 25% من كمان النتج المحلي الإجمالي اللي وصلت هلأ تقريبا 19% هذه الأمور كلياتها هي كطاعات منا نشتغل لننميها أو نشتغل عليها لحتى هي تصير تفوتنا إرادات ومنا نشتغل تكون صادراتنا أكتر من ورداتنا ويكونش عندنا عاجز مش مش كلي كون عندك عاجز من الميزان التجاري بتسدهم مطارح تانية بس مش عاجز كتير كبير اللي سببنا نحنا بسبب سياسات الخاطئة بالتسعين وبالأربعة وتسعين هاليوم بالوقت بين 68 إلى 95 كان الكطاع بس الصناع يغطي 24% من نتج المحلي الإجمالي يعني بتشوف نحنا بدل ما نتقدم عم نرجع يعني مثل واحد كان يشتغل على التليفون هيك سرعة سمارتفون نحنا رجعنا على التليفون اللي بتفت بأصبعات فهذه الأمور كلياتها كتير غلطة وصلنا نحنا بس كمواطنين رجعنا لا حتى لا البعض من من يحكمون هذا البلد بالعكس متطورين وعايشين حياتهم ايه بس هنا بمسلولة نحنا اختخبناهم هنا مسلولة مجلس نواب واني أعطوا السألة للحكومة وحتى هن هيدي الكتلة النبية هي صارت هي الحكومة صح يعني نحنا نوصل لمرحلة هل هن عايزين وقاصرين عن إدارة الأزمة او هيد الأزمة هي أكبر منهم ناطرين مثلا الحلول الخارجية او التقاطعات الخارجية او الدولية او نروح للمثال الفرنسي طبع جون دي لفونتان بال 1638 باعتقد قالك يعني نحنا بحاجة على طول لشخص او قات ممكن نحنا نكون يعني زعماء طواقف ورؤساء أحزاب بس دادنا واحد يمكن أقل مننا تمثيلا بالشعبية بس عنده اختصاصه وشاطر وزاكي قادر داهرنا من هاد الأزمة وهيدي قصة الأسد بالفار بس الأسد علق بالشبكة وإجا الفار فكه مع أنه الأسد هو مالك الغابة بدك صاحب اختصاص يعني أنت تدعو إلى حكومة اختصاصيين حتى اختصاصيين ويكونوا جايين من أحزاب بس اختصاصيين ما في مشكل ما في حدا كل الأحزاب وكل التواقف عندها ناس اختصاصيين وعندها ناس نظاف واضح هذا الموضوع فأنا لا بدش احكي بمنطق مذهب وطاقف عشان بأؤمن أنه المواطنة هي أساس الدولة المدنية ما فينا نقفز عنه دكتور معلش هذي قصة المواطنة والعيش والتعايش البعض بفكر فيها أكيد كرميل ما ما نظلم الكل ولكن الأغلب والأكثرية والأغلبية بفكروا لا المواطن بيعرف وبيعمل كل حساباته على أساس طائفية ما عليش ما عليش فهم المواطن أنه الانهيار الاقتصادي والتناتش الطائفي والفساد الموجود هو أنه عبارة اليوم عن صمود أمام العدو لا هو لازم نحن نروح على شيء اسمه محاسبة نعم أي خطة اقتصادية تجدها اليوم نحن نقول الأزمة والخروج من الأزمة والحلول الموجودة هناك حلول أساسية وحلول تتبعها إصلاحات وحلول تتبعها هذي إذا لم تكن عندك مثل مقالة فصل السلطات التنفيذية والتشعير والقضائية أو في شيء عنده كثير حلو أنه يستخدم العدوة نستخدم العدوة يعني القوانين الغير ضرورية أو المهمة غير نافعة تضعف القوانين المهمة لذلك يجب أن نفرح نحن بين القانون والعدل بين القوة والعنف ما الفرق أنت تطبق قوانين لكن ليس نحو العدالة ما الفرق عندها القوانين وليس تطبقها لهذا السبب أنت إذا مجرد لا تضع أي خطة اقتصادية وما في محاسبة مالية محاسبة تديق جنائية إذا بدك ترجع لتديق جنائية وإذا بقى تبلش من نقطة سفر خلينا نقول يا أخي طاع نعمل مثل ما عملوا إعفا قبل خلينا بس نبلش مش ننطر بعد ثلاث أربع سنين رح يصيرنا نحن سنتين بالأزمة وما في أي حلول بالعكس انهيار تخيل بيتاموذ 848 مليون دولار رسع المحروقات مش مبينين رايحين تخزين كل واحد يخزننا 50 ألف لتر من عندهم شركات من اللعن بيخزن؟ بيعمل فيهم 500 مليون فبيقل لغ أنا من اللعن بيخزن السياسيين؟ لا ممكن يكونوا تابعين لإلهم ممكن يكونوا مش تابعين لإلهم غير التهريب غير موضوع أنه الدعم اللي هي فكرة سيئة بالأساس وبعد ما نحن مستمرين فيها هذه الأموال المدعين اللي هي أنت أهم شيء بشيء اسمه الفيديوشوري أو ديوتي أنت عندك هذه الأموال المدعين أمانة عندك يعني أنت شغلتك بالبنك تهتم بهذه الأموال وتعطيه أحلى طريقة للبنيفشوري تتعامل معه بطريقة فيها كلها أمانة أنت عملتهم أبيدي كنفيانس خيمة الأمانة يعني فيه أمور كثيرة حتى فيه تصرفات من المركزي عن الفينانشال إنكلوجين أنت قاعد عم تظهر حسبها لقد ظهرت لك شيء مليون حساب ولقد ظهرت لك ممئة ألف حساب طب أنت عم تروح للكاش إيكونومي بالوقت للعالم كله كان عم بيطالب يفوت كل العالم على شيء اسمه أنه يخدمك البنك سيرف باي البانكينج سيستم اللي هو إذا بدك تدفع إنشوريس بدك تدفع بايمنت بدك كل شيء عبر البنك عبر البنك وكان عم بيحاولوا العالم أنه عندك مليار و سبعمية مليون بالألف وثمانتاش أنه خارج هذا السيستيم بفوتهم أنت عم تعمل العكس يعني حتى تصرفات المركزة اللي هو أكيد بمثل السلطة السياسية كل تصرفاته غير وقعية تخفيض بالمدنية شو فاده يعني أضع على الطبقة الوسطى والفقيرة اللي هي ممكن تعمل انتعاش اقتصادي بالقطاع الخاص عشان عندك الكطاع العام منهك وشو قالك وشو قالك الدراسات تبعت خطة التعافي والخطة التانية تبعت مكينزي إنه قصم كبير من الكطاع العام تقيمهم ونحطهم برا أنا مثلا هذه الفكرة ضدها بتحطهم مثلا تخلق قطاعات انتجية جديدة وبتحطهم فيها بس هيدو الأمور كلها بده إصلاحات والإصلاحات بده تبلش بمطارح استراتيجية واضحة مثل؟ يعني قالك إياها وقت بعد حرق يعني هلأ بعد كم يوم قال رحم الشهداء أربع قاب قالك الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وحتى كمان الأمم المتحدة قالت لك نحنا مستعدين للإصلاحات اللي صارت بسبب الضمار بس لازم يكون في حكومة تحط استراتيجية واضحة للإصلاح عشان في عندك أمور أساسية تدوير النفايات أساسية الطاقة كهرباء وماء أساسيين اليوم ما فيك أنت كطاع إنتاجي مثل الزراعة أو الصناعة أو الصناعة التحولية بدون كهرباء اليوم المستشفى إذا ما فيك كهرباء ما فيك تتنفس أيضا ألبون كده ولي طلب منك إصلاحات منذ 3 و 4 سنوات كان عم بيوجه لك رسائل تنبيهات تحذيرات عم بيقول لك روح صوب الإصلاحات لأنك واصل إلى هذه الأزمة هيكلية بدل ما تعمل أنت هيكلية الدان طويلة الأمد عشان قصيرة الأمد لا تثبت مع اللبناني يمكن قصيرة الأمد تثبت صارت أزمة اليونان تدخلت ألمانيا وفرنسا وقدرت تساعدهم لأن هذه بالاتحاد الأوروبية نحن ساعدنا بعشرات المليارات من اليورو لا أحد سيساعدنا حتى مع احترامي لرئيس الحكومة يقول لك 3-4 مليار دولار في صندوق النقد الدول ونحن صارفين على الدعم هذه السنة 5 مليار و 40 مليون نحن صارفين من سنتين إلى هلأ كان لدينا 34 مليار دولار حسب تقديم 34 مليار دولار هلأ صاروا 16 مليار؟ أنا لؤمن في إحتياط ألزامي أنا أعتبر أن هذه كرودة سندات موجودية خلينا نقول صاروا 16 مليار ما سيعملونا الـ 2 أو 3 أو الـ 4 مليار؟ لا 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 على دفعات حتى على دفعات ما رح نقول لك شي صراحة حتى أمل العالم أنه بسعر الصرف رح ينزل هذا مثل أمل بلس بالجنة فهذا الموضوع على طول على تصاعد بدون خطط عنجاد بنيوية يعني هيكلية ثلاث دان طب هيكلية الدان لو عملها كانش خفف عبئ عن المدعين بدل ما يحمل المدعين كل خسائر الدولة والمركزة والمصارف يعني اليوم تفليس المركزة المشكل والمدعين والدولة تحملوا المدعين المشكل من الأساس ألم يكن لأنهم رفضوا تقسيم الخسائر وحملوا فقط للمواطن؟ طبعا أنت كمان عندك مجلس المواب لماذا عمل ضبط على رأس المال كابتال كونترول هذا أول شيء كان يعمل تأخرنا لعملنا الكابتال هذا ليس ضمن الإصلاحات هذا من ضمن الأمور التي تهيكل الأمور طيب تعمل هيكلية للديون على مدعين طويل مثلا أنت كان معك 34 مليار حسب ما يحكى لعملت تعصر ونزلت تصنيفك يعني أنت تصنيفك بيكون عندك خمسة نجوم بصير نجمة حتى ما بيبيعه وصار قليل صح فهذه الأمور كلية من ضمن الإطار العام والشامل للميلي ماذا يوجد إجابة؟ ها يدعون كلهم سلبيات بلغة الاقتصاد أنا وأنت منعرفهم ومنعرف إلى أين سيؤدي هذا الأمر وأصلا من ثلاث سنين ومن أربع سنين ومن يراقب حتى من أكثر من أربع سنين اللي بيرائب وبيقرأ وبيعرف شوي وبيحلل شوي كان يعرف أننا واصلين إلى هذه الحال ماذا يوجد إجابة حاليا؟ كيف يمكن أن نبني على إيجابية ولو إيجابية وحيدة؟ الإيجابية تريد أن تأخذ أسخاص جداد لا يوجد أن تظل مع نفس المنظومة حتى الأحزاب اليوم، نواب أو وزراء كل نائب أو وزير حصلوا 10 سنين و12 سنة و14 سنة هذه الوجوه لا يوجد لا يوجد مصداقية أمام الشعب حتى تقول لي بكرة في الانتخابات سيأتي من 128 نائب يمكن أن يأتي 100 أو 108 نواب من هذه الأحزاب لكن ماذا ينفع؟ ممكن بكرة نسبة بالانتخابات تصل إلى 12% كما كانت بـ 92 بعتقد؟ وعال، ومثلونا بالبرلمان لكن ليس هذا الضروري اليوم أنت بديك تروح ولكن ما زلت هي الأحزاب دكتور هي اللي هي الفعل هي القوية طبعا الأحزاب ما بتحدث بحالها؟ أه، أنت تدعو إلى التحديد إذا اليوم عمل لصاصي وعندك ولد وحب تعلمه بتخليه شمال ماجستر ودكتورة بتقول ممنوع؟ خليه وهذا بالحزب معك يعني قدم أشخاص عندك أفئة وعندها نزاهة وجرأة نفس الشيء بدك تعمل كمان استقللية بالقضاء إذا القضاء ما حاسب ما فيك يعني أي حكومة بتجي بتعمل أخطاء ما بتتحاسب عليها بتكمل بأخطاء نعم يعني إحنا أمام أزمة برجع بقلك ما عنا رجال دولي لو عنا رجال دولي كانوا حلو الأزمة طب أنت بسنتين بعدك بإنهيار ومكمل بالإنهيار الاقتصادي وبتراكم الخسائر ما ترأتش ثلاثة أرحال حتى ولو شكلنا حكومة الأمور ليست سهلة أبدا حتى لو عطوك أنت ليه حاب تأخذ ثلاثة أربعة مليار دولار من صندوق لناك الدولي عشان ما اعتبر حالك إذا عطيت عشرة مليار دولار للدولة رح يتناتشو هون ومش رح يفوت بالإصلاحات بتقول ييه صندوق لناك الدولة تليت أربعة مليار دولار بحطهم بالإصلاحات لهذا السبب فقط ليش ما عملت إصلاحات في السابق؟ عشان كنت ما ما في رقابة ليش صرفت على الدعم لانسرق؟ ليش ما كنت عم تبلشت بالإصلاحات؟ بالظبط ليش ما استجابت لدعوات المجتمع الدولي والأمم المتحدة والبونك الدولي وحتى صندوق النقط في السابق خلينا نقول كلهم ما بيحبوا لبنان ولكن مطالبهم محقة بالإصلاحات ببعض القطاعات والوزارات بالظبط مثل ما أنا مثلا الخصقص ما بحبه بس اليوم أنا عندي مؤسسة عم تخسرني مليارات الدولارات ما بخصقصها؟ وين المشكلة إذا كنت في تعاون تعاون مشترك ما بين القطاعين العام والخاص خصقصة جزئية خلينا نقول مش مشكلة بالاقتصاد مش مشكلة هي اليوم اليوم إذا أنت بكطاع معين عم يخسر معك ما بتسلمه لشخص يفوت لك منه أرباح؟ لا بد يرباح فيه ما أنت ما قدرت تديره؟ أنت عمدت ثلاثين سنة أوكي تبعت سياسات شوية؟ الاستدانة ونحنا وصلونا لنصير شعب يتوسل الدول يعني الدول والمؤسسات المنحة وقروض ميسرة من باقي الدولي لنعيش على البطاقة التمويلية شو هذا المنطق هدا؟ نحنا من مبدعين لنصير نعيش على بطاقة تمويلية هلأ أنت اليوم هدفك بكرة يوصلك بطاقة تمويلية وتأكل وتشرب بس الاقتصاد الصحي بيخلق فرص لتعيش أنت برخاء مش تكون أنت زليل قدام طايفي أو مذهب أو حزب لتأخذ بطاقة تمويلية هيدا غلط هيدا مش يعني لتطور بلدك أنا طلع أنا مع النظام الرئيسميلي ووقت ما يكون صاح ومش ضد الرئيزام الاشتراكي بأمور معي بس أنا بشتغل مثل دينك شيو بينج بالتسعة وسبعين بتطلع أنا بلدي شو خصائص شو مميزته ويشتغل على الأساس شو بقدر أعمل نظام رئيسميلي أو نظام رئيسميلي موجه شو عندي مقومات شو عندي نقاط قوة وبحط خطة طويلة الأمد كيف بده أطلع من هيدا الفقر المطقع لهو أساس بس احتفلوا الصين بالسنة المقوية من تقريبا شهر طلع يعني 250 مليون صينة من الفقر المطقع هيدا دينك شيو بينج اللي قالك شو الفرق بين الفقر بين اللبسانة الأبيض أو الأسود مهم القطل فارة شو بهمني أنا إذا نظام اشتراكي أو رئيسميلي مهم لو هجين بس القطل هل فارة سؤال طالما نتحدث عن نوع الاقتصاد عن نقاط القوة وعن المقومات التي يجب أن ننطلق منا دكتور علي سؤال شو عنا مقومات ونقاط قوة حاليا لننطلق منا من أجل أصلاح وإنقاذ الاقتصاد لبناني طلع لبنان بلد صغير يعني إذا تشوف الريمتنس اللي عم بفوت عليه عم بفوت عليه ستة لتسعة مليار بالدولار بالسنة لأربعة مليون ونص نسمة موجودين بهذه البلد يعني عم بفوت لك كل الشخص شي خمسة ثلاث دولار اعتبرون عم بفوتوا انت فتلك عشرين أنا فتل السفر بس عم بفوتوا بهذه الدورة الاقتصادية انت فتلك عشرين أنا فتل السفر بس لنقلبها عم بفوتوا بهذه الدورة الاقتصادية ايه انت حتى بالنسبة للرخاء لتخلق بروسباريتي لهذا الشعب سهلة عشان انت بس تعمل حتى جي دي بي بالناتج المحلي للفرد انت عم تقسم الناتج المحلي على قديش؟ على الأفراد الموجودين الأفراد الموجودين عايشين عندك هن قلال بهذه البلد مقاوماتك كبيرة بس اذا رحتش انت صوب إصلاحات أساسية اللي هي أولى القهربة لتساعدك بالتجارة إلكترونية بيكون عندك بلد تحاول تكون مثل الدول المحيطة اللي حواليك اللي صارت دباي اليوم نسميها سمارت دباي مثل اللي عم تقول سمارت فون أو سمارت كونتري طب انت بدك تروح لديك تضبط المرفع دبعا لديك تضبط السياحة الاستشفائية والسياحة والخدمات الموجودة عندك عشان اليوم طيب نحن من دولة فاشلة فينا نتحول وكنناش دولة فاشلة صورنا دولة فاشلة والتعريف الليبناني الدولة فاشلة بنرجع على ميشيل شيحة شو قال لك قال لك مرفع مركز مالي مصرفي ومشفى وأنا بزيد عليهم قطاع تعليم طيب إذا القطاع التعليم انضرب عندك مرفع انضرب ما فيكش تناط فيهن وهيدا تعريف حتى الأمم من التحدي بتستعملوا بطريقة تانية كيف مرات بتحل مطرح الحكومة تقولك بس تصير الدولة فاشلة يعني معناتها مش عم تقدر تأمن البيزيكس رايت للعالم وبتصير هي بتشكل خطر على الأمن الدولي أو الجيران حواليها أمنيا فبتدخلوا بتحل مطرح وبدوا تصويت خمسة عشر عدوا من أصلهم تسعة وتسعة خمسة بدي يكون قلهم نحق الفيتو بلا ما نحكي بهذا الموضوع هلا خلينا نحكي بالموضوع الأساسي هيدا الإصلاحات كليتا إذا ما في رجال دولة بلشت فيها مستحيل نحن قاعدين عم تفرجة مع أنه كل شيء يمبين قدامنا يعني هيدا الإصلاحات الأساسية لتفوت أنت على القطاعات الانتجية بس إذا إنت بغشي جبهة الكهرباء كيف بدك تقوله للمصنع تاع فتاح معانا تفنية كيف بدك تقول للسائح تاع تعملوا خدمتك طيب هيدا الأمور كليتا يعني اليوم فيه أمور بتاعتماد على التكنولوجيا مش ضروري أنت اليوم تعمل مصاري بس بزراعة بالتكنولوجيا ما لديك أدمغة هيدا الإصلاحات هجرة الأدمغة ما عم تستفيد منها دول تانية أنا بعرف شباب باريس كل سنة عم يطلع لك شاب بيعطوه مكتب بمطرح ستارت أب لحتى يشتغل على تطوير معي المشروع جديد في عندك برامج إذا بدنا بما أنه أنا بعتبر أنه صعب نوصل لحلول اقتصادية عن جد بدك تروع برامج خلقتها يعني برنامج بيشترك فيه البنك الدولي وصندور نقل دولي يسموه هبك لهو مثلاً بس تكون الدول اللي ما قادر تدفع أو واصلي بعجزة كبير من المديونية تقيل بيمحولها بعض من الأديان وبيساعدوها وهيدا البروغرام نعمل بـ 96 غطى تقريباً بروغرام لـ 37 دولة استفدت منه 31 دولة أفريقية نحنا ممكن نقدم عليه هيدا ممكن نقدر نستفيد منه استفدت منه السوداني يعني محولة بعض الديون وعملوا له بعض المساعدات هيدا الموضوع ممكن بس هيدا قدم لهيدا الدول تقريباً 76 مليار دولار هلا نحن ممكن يقدمنا ما عندي فكرة بالتحديد هيدا برنامج بيشترك فيه البنك الدولي صندوق النقدولي ممكن يقدر يساعدنا لكن أنت تعرف الشروط السياسية بهيدا السياق وتعرف وضع لبنان طبيعي اليوم أنت مش رح يساعدوك إذا ما الصرفي تنزلت وهلأ أنا بستبعد حتى حكومة مئتي ما رح تقدر تعمل شيء ممكن أول إذا تشكل ممكن أول جمعة رح تعمل بس ينزلوا سعر الصرف شيء بسيط ورجع يكمل صعوداً مثل مصار بين 8 إلى 92 ليصبح حلول بنيوية بالاقتصاد الجزرية وهذه الحلول مثل ما حكينا يعني إذا ما عندك اليوم في شغلتين في المجتمع الدولي والمؤسس الدولي بدأت ساعدك لبناء اقتصاد يا ما بدأت ساعدك يا الكطاع الخاص الكطاع الخاص أنت اللي هو مصريتهم موجودين كوادع حرقتلوا إياهم وأفقت السئة والكطاع العام عندك نعم بالكطاع المصري فيه للناس تجيب مصاري ما في سئة سئة هاي دي بدأت لتبنيها بدأت تفوت حتى على قانون نقطة التسليف طب أنا إذا بقرأ مادة 306 من القانون التجاري قال أنا إذا حطيت وديعتي دولار فيها يعطيني إياه مثل ما بده إكويفلنت طب هاي دي بدأت عدلها وإلا أنا ما بجيب مصرياتي صح وين في منطق أنه أنت يكون عندك نفس الحسابة نفس البنك ما تغير حتى اسمنا البنكة واسمك هو ذاته قبل 17 أكتوبر أنت بتطبع عليك التعاميم يا 151 بعد 17 يا هلأ بدك 158 وبدأت قمضي براءة الدمة بتطبيعت 158 أوكي يا مثلا بعد 17 أكتوبر بتحول عادي بتحول دولار عادي كل شي عادي هاي دي أمور كتير غلط أو التخفيض بالمدنية توصل إلى 75% والليوم صرنا تقريباً 84% يعني إذا معك 100 ألف صار و 16 أو 15 أنت عم تحرق مسار العالم ليه؟ لاتخلي بس الدولة ما تتعلن إفلاس الدولة وإفلاس المركز وإفلاس المصارف أنت أنقصتهم على حساب الموضعين هن المفلسين طبع ولا شو دخل الموضع يعني البنك المصارف عنا مش تغلك كمصارف متل الدول برا هي بتكون بدأت تغير شكلتها للمصرف المصرف هو مش مرابي هو يستثمر في قطاعات انتجية إن شاء الله تكون داخلية أو فرن داريكت انفستمان مع الدولة مع كطاع خاص مع كطاع خاص ومع الدولة ما مشكلة أنت اليوم المصرف مثل كيف البورصة بتكون أنت بس شغلتك تاخد وثمسرة طبع والدولة شو أكلت أموال المدعين يعني أنت حطت الدولارات وين راحوا طيب هالدولارات راحوا استعملتهم الدولة استعملتهم المركز كيف والمصارف شو ثمسرت فيهم أخذت فوائد شو كان لازم يصير دكتور علي؟ لازم يكون فيه توزيع للخسائر بطريقة عادلة مثل ما صارت المشكلة باستعمل باستعمل في 2008 مع المادوف باستعملوا وزعوا هذه الخسائر بين المدعين يعني اليوم أنت حتى كمدع بفهم أنا خسرت معك مئة ألف فيهم فوائد مثلا عشرين خسرت عشرة خسرت 15 خسرت من فوائدك كانت بسبب الهندسات المالية أو بفوائد كانت شوية عالية هذه بفهمها بس أن اليوم أنت تخسر وديعتك كاملة كيف بدك تبني اتصال ترجع؟ دكتور لو ببداية الأزمة عملنا كابتال كونترول حافظنا على هذه المبالغ الموجودة ورحنا عملنا هيركاة 30% أو 40% حتى بعض المودعين بقولوا لك أنا قبلين على 50% هيركاة هني ما عملوا هيركاة هني عملوا هيركاة هني عملوا هيركاة خنقوهن للعالم بعرف بعرف لا تفهمني غلط يعني خنقوهن للعالم أكسيجين معطون أنه ما بيعرف أنه كان في يلجأ لهذه الأمور أو أنه القرار اتخذ بعدم تقسيم الخسائر وتحميل المودعين كل الأزمة وأنا أخذ لهم مصرية حلق القرار اتخذ هي فيها هالقرار غباء والله هني اعتبر حاله أنه أنا قادر وصل الدولة إذا اللي عليها 100 مليار دولار أنه 60% باللبنانة و40% بالدولار ومن بيناتهم يوروبون قادر خفف المديونية بيصير عندك 60 مليار حسابهم اليوم إذا فاتت لك مثلا 10 مليار مساعدات للدولة صرفهم اليوم على سعر 19 ألف ماشي قديش بيصيرهم 60 مليار ضربهم طالب ألف وخمسة قديش بيطلوه يعني أنتي صاروا ال60 مليار يعتبروا أقل يمكن من 3 أربع مليار دينك أقل وطبعون اليوروبون صار اليوروبون طبع المية دولار صار ب 15 أو 17 دولار يعني معناية الدين العام قلصتوا يمكن الأقل من 20 مليار بلغة تانية بلغة تانية أنا أنا بدي أسألك بلغة تانية بلغة تانية في خروج من هذه الأزمة لو كنا عنا اقتصاديين مثل موجودين بألمانيا وفرنسا وداروا أزمة اليونان كنت بستة شر بلشتتنفس وبسنتين رجعت الدورة الاقتصادية طبيعية وما حدا خسر ودعو نعم بس بسبب نحنا الاقتصاديين اللي عنا مثل الاقتصاديين طبعون الإرجنتين أوكي ومثل طبعون السلفادور وهنا ما وهي دي الدول وزمبابوي لهيدا السبب أنا قلت بأول أزمة عقد ضائع من الزمن يعني قبل عشر سنين نحنا ما من ندهر من هذه الأزمة هاي إذا بدنا ندهر وارتفاع الصرف بيضلهم كاملين ما حدا يطلع يقلق على التلفزيون إجا رئيس الحكومة مش مئاتي يجي أي شخص أوكي هلأ ما بينزل سعر الصرف سعر الصرف بدي يضلوا تريند طبعه على طلوع حتى لو سياسيا تأثرت أنت بس كان ستة لاف مثلا يقول لك نزل خمسمائة نقطة نزل عشر بالمية وشو يعني؟ بس سر عشرين ألف نزل ألفين عشر بالمية ما علي ننزل عشر بالمية هذا سياسيا يا دكتور علي عادة المحاور ما بيخليه للضيف يحكي عفاً بدي يسألك سؤال هل أنت تقول أنه من ثلاثين سنة إلى اليوم من بعد اتفاق الطائف وهون للتعميم كل ما سرق وكل الإدارة السيئة في هذه البلد وكل من جمعوا الأموال على حساب هيد الدولي اليوم بدل من نحاسبهم ونردلهم ونرد الحقوق للناس اللي أخذوها أنا منهم وأنت منهم لا جينا بدينا نرد ديون الدولي على حساب المودعين كمان اي أنا اتطلع بأي جمبلة بشغلة قال إذا لك بدي يكون في محاسبة لنتحاسب كلنا عالم هذه فكرة حلوة يقعدوا مع بعض يقولوا هات لنحاسب بعضنا كل واحد يدفع للمودعين أو يخلصونا من هذا الموضوع ويقولوا ما ننبلش من نقطة سفر خلص عفا الله عمام بضا وصفا عفا الله مثل ما عملوا اعفة بالتسعين اي حساب نبلش وإلا إذا ما نضلنا سنتين وما عاملين إدارة للأزمة يعني بس انهيار يعني مثل ما أنت عشي طلعة ونازل رفته بالضايع بس كان واحد ياما الكوراج وينزل فيها هيك سحبين يعني في شي غير منطق يعني بتطلع أنت أوقات بتشوف كيف عم يحكوا هني بعالم تاني والشعب بتشوفه ساكت ومشكلة أنه ابن خلدون خبرك من سبعمائة سنة بمقدمة الخلدون أنه اليوم بس تصير تنكت على مشاكلك يعني بتتدجن أنت يعني أنت تتدجن وعم بفهموك أنه هيدا الفساد والتنيتوش وهدر المال أنه هيدا صمود أمام العدول أمام العدول أسوش ودخر الزئب بريء اليوم إذا بحطت علينا الأمريكاني بكرة عقوبات أنا بقل لك يستغل الأزمة يستغل بس إذا بحطت علينا بكرة عقوبات مش منصير مثل فانزويلة أدرب من فانزويلة بدي أسألك أنا عطيتني مثل نحنا وصغار نازلين بمنحدر أو بنزلي فريفول شو سميتها كورايجي بنهايتها شو كان يصير فيك إذا ما فيه مطرح توقة ارتطام تتكسر كنان يعني مثل ما واحد بنزله على طابق شيمية شو بيصيبه بيرططم خلص بنتهي وأنا بقلك يجب دفن الدولة عشان المؤسسات مهترئة فيه شكل لي ما عم تفهموا العالم ونفاكرين في عنا مؤسسات إذا بتعمل شي اسمه ناشنال انت برايبار انكوركشن ستراتيجيز إن لبانو لأني عمللها في 2017 مقدمة على السربون بارين سينكو حكوا عنا من يومين أنه كيف محاربة الفساد والشافيين أنا حكي معنا في 2017 وإلى شقة حتى الثقافي للولاد بتبلش فيهم لتعمل جينريشن بعد 25 سنة يسلم الدول بأول طريقة اللي عملها أنا أنه أنت حدا عمل لجنة وفتع المؤسسات وشافة يعني أنت دكتور بتفوت بيفوت لغ عندك مريض بتعمله تشخيص طب حدا عمل تشخيص للمؤسسات شو بده؟ شو بده تقييم؟ كيف بك تفوتها بالإي كوفرمنت؟ كيف بك تفوتها بالديجيتال كوفرمنت؟ كيف أول شي بدك تفوتها بالإدارة بالإدارة الكلاسيكية؟ إذا عندك مؤسسة اللي هي مستهلك 25 مليار من المالية وفوائد أكوميلة وصلت لتقريبا 44 مليار وزيادة الكهرباء وهي كهرباء ومصر ستة مليار عملت لثلاثة محطة ونحن بدنا محطة منها يعني ماناتة هيدا شو؟ لازم بلش فيها من السفر في كتير مؤسسات بك بلش فيها من السفر بحطيك مثل صغير أنت اليوم إذا قلت لك هيدا المبنى بدك ترممه بكلفك خمسة مليون وهون في الأرض فيكتبنا عليها مبنى جديد بثلاثة مليون شو بتعمل؟ بروح برمم المبنى بخمسة مليون هيدا على السيستام اللبناني بس السيستام الطبيعي والاقتصادي والمالي والنقدي اللي بكتشوف أنت وقام بتحط مصرياتك بتروح على شي جديد وطويل الأمد عنا كتير مؤسسة مهترئة نحن مؤسساتنا مهترئة إذا إحنا بنائنا هيدا المبنى بثلاثة مليون بكلف ومرممنا بخمسة مليون الشباب كيف بيطلعوا مصاري؟ هيدا هيدا موضوع الهدر والفساد بدنا نخلص منه عشان هيك عم نقول عم نروح ديريكت على بس نقول لبوفور يعني السلطة بتوقف سلطة يعني بتعوش مثلا السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية أو السلطة القضائية هي الحاكم الأحالة لا بصير في توازن توازن يعني إذا غلطت أنا بحاسبك وإذا أنا غلطت بتحاسبني إذا ما روحنا لهيدا المطرح ولا أي خطة بالعالم اقتصادية بتقدر تنهض بالاقتصاد اللبناني منضلنا من أزمة لأزمة والمنظومة رح تنتج نفسها حتى هلأ اللي بدو يجي وفوتو على المنظومة رح يتشاركوا مع هيدا المنظومة انتبه رح يتشاركوا معها خطير هيدا موضوع طبيعي كرة التلج مش مسارة تغيير أو يعني تقيم المنظومة من كاملة لا مشاركة معها وإلا كرة التلج قادر تكبر اليوم أنت عندك مناسب كتير مهم ما حداش بيقدر يسلط على هذا الضو ما بيقدر حدا يهاجمها هي شهداء وقال لها شهداء بسامنة وشهداء بزال ميتان وست شهداء سبع تلاف شخص تهجروا من بيوتهم هذه أزمة وعيد وطني هيدا يعني اليوم هذه كرة التلج إذا كبرت ايه تقدر تقيم كل السياسيين من البلد بس هي المجتمع عدوله ما بديها تكبر بديها تنخرت بالعمل السياسي وتصير تشكل قصة يعني أنت تقول كل محاولات التغيير التي ستحصل ستنخرت ضمن هذه المنظومة والمشكلة المجتمع الدولي همه الوحيد يعني احنا نفكرينه هو جاي بدي يساعدنا اقتصاديا وطلعنا هو همه يحاصر شيء اسمه حزب الله عشان بجيو بوليتيك ما يصير في تأثير على العدو الإسرائيلي لو اليوم انت مش موجود بجنوب على الحدود الإسرائيلي كل عملوها فيدرالية من زمان من زمان دكتور علي حمود الكاتب والبحث في العلاقات الدولية والاقتصادية شكرا جزيلا لك من زمان بالطبع نحن نعرف انه لعنة الجغرافيا لبنان عنده هذه اللعنة او اريد له ان تبقى هذه اللعنة متلازمة طوال العمر بوجودنا او بوجود او بزرع هذا العدو على حدودنا في فلسطين المحتلة ايه بس ما في لعنة في انت بالداخليا روح انسمت الانساني هيومانيستيك لا لا في لعنة لتعمل صلاح واصلاح علمي واجتماعي لم تجهز نفسك لمواجهة انت كبلد لم تجهز نفسك لمواجهة ما قد يفرض عليك بالعكس روح تصوب الاستداني والغرق في الديون من اجل ان تقدم او ان يطلب منك فيما بعد تنازلات جون بيركنز حكي عن هذا الموضوع وانت اري هذا الكتاب انا اكيد بهذا الموضوع شكرا جزيلا لك دكتور علي حمود الخبير والكاتب والباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد مشاهدين الكرام شكرا لكم لحسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة